بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أما بعد نحن اليوم في حلقة جديدة من حلقات رمضان سنتكلم عن مرضى السلياك أو مرضى الغلوتان أو ناس لساكن الحساسية مع مادة الغلوتان عند الممترج 행ُّـوه San U託 إذاً لهذا لم تكن تاجع على خطأ حساسية الغالبت يكون حساسية لديه الحبوب مثل الجلوتين والشعارة للبروتين حليب مثل الكازين والشعارة للحوم مثل الجميع اللحوم هذا الأمور مسألة عادية وكان لديهم حساسية البروتينات اللي كيكونوا في ذوك اللي غرين دو بولين وخاصة نحن ندخلين على هذا الفصل هذا اللي غني بلي غرين دو بولين ناس مساكن غير عاونين من هذه المشكلة هذا فلما كنشمع الحساسية كان هناك حساسة الحساسية لنوع من أنواع البروتينات فالغلوتان هو نوع من أنواع البروتينات اللي كيلقى الإنسان لهم شيء ما واحد تحسوس وعدم المقاومة والنتيجة هو أنه هذك الغلوتان يبقى على دوك الشعيرات يبقى عليهم ويبقى عليهم ويبقى عليهم تكيمسحهم ويأتي واحد الوقتها وكأن المصارن ديال الناس اللي عندهم مشكلة ديالغلوتان من حين دوك الشعيرات والدور ديالدوك الشعيرات لا يعدوا ولا يحصى علاش؟ لأن من خلالهم كيتم أولا تعزيز العملية ديالهضم ديال المواد الغدائية وكذلك تعزيز العملية للامتصاص ويعاونوا كذلك في أن المناعة تقوى بوحد شكل كبير وكبير جدا فلما كتكون عندي حساسية لهذا الغلوتان وكيتم حاوليها هذا يعني ما يسمى بشعيرات ديال الأمعاء الدقيقة كتولي عندي المساحة الإجمالية ديال الامتصاص ضعيفة جدا والمساحة الإجمالية ديال الهضم ضعيفة جدا والمقاومة كتولي الضعاف عندي بوحد شكل كبير وكبير جدا إذن شنه هو الحل مؤقتا وهو أنني نتخلى على جميع المواد الغدائية اللي فيها مادة ديالغلوتان لأساس أنه دائما دير فراسي كيفاش يمكن يرجع دوك الشعيرات اللي كان في الدد ديالي كيفاش يمكن يرجع دوك الشعيرات فمسألة بسيطة جدا أولا نأخذ واحد القاعدة في الدد ديالنا وهو أن جسمنا داكي واحد دكاء لا يتصور الجسم ديالنا بمجرد ما كنعطيه شوية ديال الراحة كيمشي يدير الإصلاحات الداخلية دياله فتخيل أيها الرجل وتخيل أيها المرأة نهار فاش كنت تفكر شمك لأول مرات شنك تخالية ومديك الخالية تصنعتي إنسان بمعنى أن خالية بقد تتحول تحول تحول حتى رجعتك إنسانا بالرأس ديالك بالصدر ديالك بالكرش ديالك بالرجلين ديالك يعني إنسانا متكاملة فكيف يعقل أن خالية كانت دكية وجسم لا يستطيع أن يكون دكي لذلك يطلب من الجسم لما كنكون ورهقناه وتعبناه وهذا يقول لك أنا ممقاش عندي الإمكانية باش نزيد ونقاوم هذه اللكمات والضربات اللي كتعطيني في كل لحظة في كل نهار أو في كل يومين في كل لحظة في كل تانية كتعطيني ضربات لا أستطيع الآن أن أقاوم فما هو المطلوب من الناس اللي عندهم السيلياك هو الراحة وما هي النوع العجيب ديال الراحة وهو الصيام وأن تصوموا خيروا لكم إن كنتم تعلمون كل ما صمتي كل ما أعطيتي لتاتي ديالك شوية ديال راحة كل ما صمتي كل ما هذك الوجبات الغدائية ما كتكونش نزلات على المعيدة وفاش ما كتنزلش على المعيدة طاقة التي تعطى العملية ديال الهضم والعملية ديال الامتصاص كتولي كلها كتربح وما كتربح كتولي كتستعمل في التنقية وكتولي كتستعمل في إعادة البناء فالناس اللي كانوا كيصوموا عندهم السيلياك حسوا بأنه كان هناك وحد يعني الرجوع إلى العمل ديال الامعاء الدقيقة ديالهم بوحد شكل جيد جيد جدا ما كون السبب دياله وهو الراحة التي أعطيت للامعاء الدقيقة ما بالأشياء الأخرى التي تساعد على أساس أن الجسم ديالنا يقوم بالعمل دياله وهو الرياضة كل ما قام مريض السيلياك بالرياضة كلما يعني ساهم في أنه كيخوي هذو السموم اللي كان عنده في الأوردة وعني أدخل السموم اللي كان في الأوردة كيولي الجسم يعني مرتاح وكيولي يقلب على أساس أن هذك الشغل اللي كان يديره ذيك الطاقة اللي كان يصرفها غير فرقة تنقية غير اللي يصرفها الآن في الإعادة ديال البناء وشنوه الإعادة ديال البناء كيولي يlation يبني الأشياء التي تم تدميرها ما بالأشياء التي تم تدميرها وهو هذوك الشعيرات اللي كينا عندنا في الجهاز الهضمي خاصة في الأمعاء الدقيقة إذن قلنا يعني الراحة شيئا ما يبقى ينعس للإنسان مزيان وحد ثمانية تسوية دياله وينعس خاصة مباشرة من بعد صلاة العشاء وكل ما نعس كي يعطي الإمكانية لبارا سيمباتيك أنه يدير خدمته وبالتالي كيكون فيه إصلاحة بوحد شكل كبير وكبير جدا ثم الرياضة وقلنا المساج وما بالأمور التي تعالج وتعيد البناء ديالذك الشعيرات في ذلك المكان وهو أولا عدم الضرب ذلك المادة المدمرة اللي هي الغلوتان ثانيا ناخد الأشياء اللي تساهم في البناء شنو هي الأشياء اللي تساهم في البناء في مكرو نوترمان وعلى المعادن المهمة هم الأحماض الأمينية هذه الكلمات للعديد الذين لا يستطيعون فهموا المعنى لكنهم موجودون في الخضروات وموجودون في العصير الخضروات إذن كل مكلة العصير الخضروات بشكل كبير جداً كلما ساهمت في إعادة البناء الأشياء التي خربت في الدات البناء لا يكون بين عشيات وضوحها وإنما البناء ستطلب أيام وإستطيع أسابيع وشهور لكن ستكون إيجابية وصالح الدات وقال إعادة البناء الشعيرات عندما ترجع إعادة البناء الشعيرات ستقرسك بأنك يجب أن تأكل الخبز بحلق الناس يجب أن تأكل الشعير بحلق الناس ويجب أن تأكل دراب بحلق الناس ولم يكن لديك أيضاً وقالة إليك الآن هذا الأمر لا يمكنه تقتل إلا تتبع هذا النصائح ودير في بالك بأن الجسم ديالك دكي دير في بالك بأن الجسم ديالك قادر ودير في بالك بأن الجسم ديالك يقاوم لأنك فاش كنت في عمرك 15 عام و20 عام ما كانش عندك السيلياك فاش كنت في عمرك 5 سنين ما كانش عندك السيلياك بمعنى كان البناء عندك متكامل ولكن خربته بذلك المادة هذه هذه المادة الآن نحاول أننا نتخلص منها إلى غاية لما يتعد البناء هذه الشعيرات وإن شاء الله سنعود إلى الحالة الطبيعية لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر